نأخذ مثال على الموزفت الموزفت بهذا النوع من الموزفت التيار فقط تولد بالفولتيات الموجبه لما VGS يساوي لموجب يعني ID يساوي لصفر لما VGS يساوي لصفر و VGS بالسالب فشوكي تتولد لي ID لقيمة لما VGS يعبر الموجب مو اول شي اول ما يصير موجب لا لما يعبر بقيمة معينة من الموجب يعني مثلا واحد فولت يبدي يتكون لل ID مو رأسا اول ما VGS يعبر لي صفر هذي رأسا يتكون لل ID لا يعبر بقيمة معينة زين هنا بهذا بهذا النوع من الترانزيستر قلنا لما VGS يعبر لي سر الموجب بقيمة معينة هذي الموجب شو يساوي سيجذب الإلكترونات نحو ال N سيجذب الإلكترونات نحو ال N هذا الإنجذاب نحو ال N سيجذب بمنطقة هذه الطابقة من السيليكون دايوكسيد مثل ما نعرف هذه الطابقة هي عازل فالإلكترونات فالإلكترونات ملاح تمتصها من قبل فالإلكترونات ملاح يمتص الإلكترونات لماذا؟ لأن هذه الطابقة أكو عازل هذه الإنسليتر بس تجذبها إليه جيدة وعندما في VGS يزداد أكثر التركيز مع الإلكترونات القريب من هذه الطابقة لاح يزداد إلى أن ال N type يكون مثل محتث مثل ما هو هنا يقول يعني يكون محتث والذي يدعم التدفق يعني التدفق نقدر نقصه التدفق نقدر نقصه بين ال D وال S يعني بعتبار دي تيار بين ال D وال S كمية ال VGS الناتجة بهذا التدفق مع ال ID يسمو شنو Threshold Threshold أو يسموه VT يعني هذا الطابقة يجذب الإلكترونات طيب تدفق طيب تدفق طيب تدفق ويجذب تدفق نقصه من ال D بعتبار كون لي تيار وهذا القيمة اللي سوت لي هذا التركيز العلي من ال اكترونات يسموه Threshold Voltage أوكي يعني بعتبار هي الفولتية اللي هستوها يبدأ التيار ال ID بيزداد اللي هو حياته يعني ممكنت ال ID ازداد عندما VGS سيكون موجبه يبدأ يزداد منها قيمة خلنفرضها قيمة 1.7 فمن هاي ال 1.7 هستوها بدأ التيار يزداد ال ID إذن هاي سيسموها VT أو Threshold Voltage يعني بعتبار الفولتية المشغلة للتيار نقدر نقولها أو نقدر نقوله Active مثل ما عرفنا بالسيطرة بالموتورات المهم خلن نأخذي المثال كافي وهذا المثال Enhancement هيا هنا بهذا المثال نأخذ Enhancement موصفت ماهو Feedback ماهو يكون من هنا هنا تنأخذ شي سمع يا عزة بولي اللعبة بولي من أخير المهم من هنا نأخذ الواير وينتكوان يربط مقامة ال RG ويروح لنا هذا شنو نعرف انه هذا و Feedback هاي الآن هذا الشي يقول لي Feedback هاي سيقول لي هذا القانون ها سوري هنا نأخذ قانون جديد بالموسفت هو شنو هذا القانون ال ID يساوي لي K VGS كي ثابت VT الكل تربية ال VT هو Threshold Voltage اوكي زين ال IG هو صفر ال VGS يساوي لي VDS هاي يعني مثل بال Feedback Buying هذا القانون و ال IG يساوي صفر و VG يساوي VDS الحاليا حاليا حاليا ما أعرف هاي القوانين ثابتة بس على Feedback Buying لو ثابتة بكل الموسفت حاليا هذا الشي ما أعرف إلا أشوف التمارين و أشوف أكثر أمثلة و أشوف هاي هذا الشي بعد موجود فأنتو همين يشوفوه لأنني مو كل شي أقول صحيح بالفيديو فما أقدركم هذا الشي ثابت بكل الموسفت إلا أشوف التمارين نكمل السلطاني هذا هاي ترازيج داري شي يقول لي Find ID و VDS يريد ال ID و VDS أوكي ال ID شو نستغرجه من هذا القانون يعته فوق رأسي هاي يعته أنا حكيت بمورت له ال ID ساوي اللي K VGS ناقصا VT الكل تربيع ال ID أنا أريده زين هاي ديقول اللي Find ID و VDS If you know K يساوي 0.3 mA K يساوي 0.3 mA و VT اللي هاته Threshold Volt ساوي 3 Volt ها هاده mA على Volt تربيع اوكي هاي واحدة مع ال K أسا K عندي ال VGS ما عندي وال VT عندي إذا لازم استغرج ال VGS عمد أقدر استغرج ال ID صح زين يعني إن عده ها سوري هنا عدها أحلة Graphically فاني لازل استغرج هذا استغرج هذا استغدم هذا القانون عمد أرسم لي الجدول ماتي ومن الجدول أرسم الرسم ماتي فهنان اش عندي عندي ال VGS اللي هو نفسي VDS اوكي وعندي ID زي وقت ال VGS ولد لتيار يعني هستوى التيار صفر تقريبا بالVT يساوي لكلاثة صح؟ لأنه ودي يقول لي VT يساوي لكلاثة ولما VT يساوي لكلاثة هستوى التيار يعني التيار صفر يعني تقريبا صفر بونت صفر 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 واحد هاي قيمة التيار فتقريبا صفر يعني هستوى دي بدي يزداد وراها أخلي خمسة وأعوض هنان خمسة ناقصا كلاثة لن VT وطانية كلاثة لاحطلق لثنين. اثنين في اثنين تاربيع لاحطلق للي اربع اربع في صفر. لاحطلق للي واحد بوينت اثنين. ورا خلي سبع ورا خلي تسعة. داخل لنفس المعطيات المال هو ما تAddيني اه. في هنا اطلع لعربة بوينت اثمانية. هنا عشرة بوينت اثمانية. زين ارسم. هل مرة اشوف الاسم لاحكون بتجزء الموجب. دعش واحد اثنين اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر دعش. اذا هيتش. واحد اثنين اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر الى عشر كافي وهذا الدعش. زين هادا شنو ال هادا ال VGS. زين. لما ال VGS كلاثة هاية واحد اثنين. كلاثة اربعة خمسة سبعة ثمانية عشر ويكمل. لما ال VGS كلاثة ال IDS هي ستة وصفر. لما ال VGS خمسة ال IDS get 1.2 هادا واحد اثنين تقريبا هنا. كلاثة اربعة اربعة خمسة هنا. هاية تقريبا. لما ال VGS السبعة واحد اثنين ك ثلاثة غربا خمسة ستة سبعة. هاية السبعة. من UAWSez اثنين كثلاثة اربعة أربعة تقريبا هنا وهي السبعة هذا تقريبا. لما ال VGS الشيء التسعة هاية ثمانية هاية التسعة خلق نقول هننا التسعة. ويجرب ساولي عشر بون hoje 20 تقريبا هنا وهذا دعش آ؛ هاية دعشもう down flow here. فنرسم دي ال currencies يبقى يزداد هاي هي ال VT هاي اللي خلتلي التيار ده يزداد هسته وديه يزداد اوكي أسه بقالي شنو أرسم اللود لاين أو البيس لاين على موضة أحدد شنو ال ID صح زين الشون لح أحدد هذا اللود لاين لازم أستخرج معادلة تربط لي بين ال ID وال VGS شنو هاي المعادلة تربط لي بين ال ID وال VGS أي معادلة او مو أي معادلة ما أقدر لكم أي معادلة لا تأكد من التمارين بالتمارين يتقوى أكثر هنا واش مستخدم ال VDS يساوي لي VDD ناقصا IDRD باعتبار ما أخذ لوب للجزء الخارجي من هذا الترازيستر ما أخذ هذا اللوب فال VDD يساوينا IDRD زاعدين ال VDS اوكي زين فال ال VDD لماذا يستخدم هذا دعني نكمل دعني نكتب القانون ونشوف يساوي لي VDS زاعدا IDRD أنا قلت أريد معادلة تربط لي بين ال VGS وال ID من الممكن باعتبار ما يساعد لأنه هاي المعادلة ما يصير أستخدمها سوف نجرب ونستخدمها وبعدين نجربها ونشوف يجب أن يطلعي النواتج زين أسا وأستخدمها المعادلة للوب الخارجي زين وين ال VGS أنا أريد معادلة بين ID و VGS بالله هذا ال ID موجود بس ال VGS وين تذكرون عن أجلت ال VGS يساوي لل VDS فإذا بدأ لهذا ال VDS هاكتب لك هاكتب VGS صح أوكي أول شي أمقل هادا الهجهة VDS يساوي لي VDD ناقصا IDRD وال VDS هو نفس ال VGS ويساوي لي VDD من طين يوها 12 ناقصا ال RD من طين يوها 2 كيلو في ال ID حسا يرسم الجدول VGS ID زين لما ال VGS ساوي صفر ال ID قد يطلع لي هادي سوى صفر فإذا هادي نروح للهجهة 12 تقسيم 2 لحطلع لي 6 ولما ال ID ساوي أنه صفر ال VGS قد يطلع لما ال ID صفر VGS قد يطلع لي لحطلع لي 12 فإذا نحدد نقطة بين ال 12 وبين ال 6 طبعا ال VGS 12 صفر 12 ها تكون شوف السر الرسماتي اللي هنا ف 12 ها تكون تقريبا هنا المهم تخيلوا ها هي نقطة 12 ها هي نقطة 12 تخيلوا ها و وبعد شنو و ال ID 6 و 2 3456 ها هي 6 فلح عصب نقطة بين هذا وهنا إذا أبد أبد لاحط ما لاحطلع لي الناتج صحيح لأنه رسم صدق عوج فبهاي النقطة لا تقاطع سقط على ال ID خنشوه قد لاحطلع لي بالنسبة للرسماتي 1 2 2.9 تقريبا واش قد والله تشتب ترى والله ما بتقصد شوووش تقاطع 2.9 يعني كل ما يكون الرسم عوج يطع لي الناتج أدق شوووش تقاطع النقطة خليته ها هي هنا يعني صدق رسم عوج يطع لي ID صحيح مضبوط 2.9 عمي ها هي الرسم عوج إذن ال ID 2.9 ال VDS أقدر استخرجه اي أقدر بس عوض هنان ال ID 2.9 لحا استخرج ال VDS هي نفس ال VDS وارها بعد شي ها هي هذا اللي يريده انتهى ال السود ها قلنا خلننجرب ها طبقاء المعادلة ونجرب نحدد النقاط ماتي خليشو فيصير الوضع ال ID يساوي الكي يشغط قيمته 0.3 في ال VGS أنا أريده ناقص سوري ال VT يشغط 3 لكل تربيع أخذ الجذر التربيعي لا قبل أخذ الجذر التربيعي هذا يروح هنا فإذن V أخذ لكي تبقى برقة ثانية أخذ برقة مش شرع لها برقة V غرب همين شغط VGS ناقص 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 يساوي 0.3 تحت الجذر اوكي اعتبار استخدمت هذه المعادلة على المطبق هنا نجرب بسوية حيات تجربة مزين ها يتناقص ناقص ناقص يساوي لتحت الجذر 0.3 زائد 3 لما ال ID صفر خلا شوف VGS تطلع لي مثل هذا لما ال ID صفر يطلع لي نشوف زين عسا لما ال ID صفر على 0.3 صفر وتحت الجذر 0 إذا VGS طلع لي 3 همم هاي في حالة ال ID يساوي لي 0 زين الحالة الثانية شنو لحاخذ VGS هي اللي تساوي لي 0 يعني باعتبال أرجع لها المعادلة هاي VGS إذا ساوي 0 0-3 0-3 0-3 9 9 9 0.3 9 0.3 شمدريني صفر لا ليش مدريني 9 نفارج 2.7 فإذا باعتبار لما VGS يساوي لي 0 ال ID يساوي لي 2.7 إذا ندرني النقطين نجرب ندرني النقطين وشوف شو يصير ال VGS 0-0 هاي 1 2 3 هاي النقطة 3 شوفيه هنا النقطة التقاطئة إذا شون و ال VGS 0-2.7 هاي 0-2.7 2.7 فإذا هنا نرسمي المستقيم فإنتوا شوفوا لاها لما طلعت لي هذا الخط المستقيم ما يمس الكيرف ماتي شوفوا هذا هذا الماتي خط مستقيم وهذا الكيرف ماتي ما مس إذا خلوا بالكم هاي المعادلة مثلا نستخدمها نستخدم غير معادلة ويا معادلة نستخدم ما بقتلنا غير شنو مال هذا اللوب الخارجي من اللوب الخارجي لحطلع معادلة بين VDS وال ID فإذا هاي شنو هذا الكيرف هذا هو حاجة شنو قلوا يا قلوا يا قلوا يا قلوا يا قلوا يا الموسفت وراء نحن أخذ مثال لاخذ همين على الموسفت هذا هذا ليس موسفت هذا ها نحن أخذ بي تشانل جي فت نحن أخذ جي فت العادي بس بي تشانل حسنًا حسنًا